تخيل جهازاً إلكترونياً بشكل سمكة ويسبح كواحدة لكنه روبوت جاسوس عسكري البحرية الأمريكية تسميه مشروع نيمو الصامت المعروف أيضاً باسم السباح الشبح يتم تطويره حالياً في قاعدة بفرجينيا الروبوت بطول خمسة أقدام ويزن 45 كيلوغراماً يمكن تحريكه عبر ذراع تحكم أو يمكن برمجته مسبقاً للتحرك تلقائياً التصميم مستوحاً من سمكة تونا ذات الزعنفة الزرقاء ولأنه يبدو ويسبح كسمكة فإن البحرية تعتقد أن الروبوت سيتفادى بسهولة أجهزة السونار المتطورة كما يمكن أن يستخدم الروبوت للسباحة في مياه العدو والبحث عن الألغام المائية أو تفتيش السفن لأضرار ما تحت الماء إنقاذ أرواح الناس من خلال القيام بمهام قد يقوم بها أناس تحت الماء في حالات أخرى المشروع لا يزال قيد التطوير لكنه إذا نجح فإن التقنية ستكون مهمة في الموجة الجديدة من مراقبة المياه ترجمة نانسي قنقر